وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 131 طن مواد غدائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 88 طن وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 710 قضايا من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن و86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وأخيرا في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة تاوريد وتداول القمح المحلي تم ضبط قرابة 9 أطنان أقماح محلية